اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في مصار الأزمات لا نتحكم في توقيت الأزمات ولا حدود الأزمات وهنا في الجهة العصار الصحرية هذا الكشير على براء نتحكم في القناة لكن نبدل مجهودات جبارة لتخفيف أطارها حفاظا على استقرار مصرف الأزمات وعلى لياقة المقاولة المغربية وعلى مناصب الشغل طبعا في حدود إمكانيات الدولة قدمنا حلول آنية لإشكالية كوبا برامج استعلاجية لمواكبة قطاع الفلاحة والسياحة والنقل وهذه أسبوع قدمنا حلول آنية لمواكبة قطاع البناء والأشغال العمومية وعلى لها 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 لدينا مقاولات التفايل ووقعت اليوم على دورية فيها جمعة من الإجراءات التي ستساعد المقاولات عندها طلبات للدولة لكي لا تدخل في أزامات التمويل نظر لأن هذا المتحدث ونظر للأتمينة التي هي كذلك كذلك رفعنا من الدعم المخصص للمواد الأساسية المستوردة ووصلنا البرامج الاجتماعية 747 مليون درهم شهريا لدعم القمح الطري الذي ينتج منه الدقيق 14 مليار درهم إضافية كدعم للمكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح الشرب لكي تمنى الكهرباء لا يزال 40% على المواطن 40% على المواطن ونظر 8 يوم لكين 3 مليار درهم لدعم لمادة سكور وحفاظ على استقرارها ودعم لغاز البريطان ونظرنا من 9 مليار في 2020 إلى 17 مليار في هذه السنة وحفاظ على السعر البوطة 40 درهم الدولة تدفع اليوم 116 درهم على كل قليل 116 درهم التي تدفع الدولة لأن تمام الاستيراد الطن الغاز تجوز 1000 دولار وهذا الشيء الذي كان في 2020 و2019 لم يكن هذا الأتمينة وهذا الشيء بالإضافة للدعم المهني على المحروقات التي استفدت منه 180 ألف عربة في هذه الضرفية المتسمة بتقلب الأسعار ونحن في هذا الشهر الكريم ورغم ارتفاع الطلب والسنة في لحية صعبة كان عيشوا بعد ذلك 20 درهم المطيسة لا يسمعوا ويسحبوا في الصحر لم يكن لا يمكنك تكذبوا لا يمكنك تكذبوا لا يمكنك تكذبوا الكذوب يغلط المواطنين اليوم 8 بين 7 و9 درهم على حسب الأسواق على الأقل على الأقل صحيح شكرا 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 ونحن رغم الارتفاع للطلب والسنة في لحية صعبة كان عيشوا في بلدنا وضعا تقريبا صابعي يمكنك أن تقول أنه لا يوجد السواق وأنه لا يوجد ولا تقول أن الأزمة العالمية لا يوجد واحد للمباكت للمواد الغذائية هذا لم يكن هذا لم يكن لأنه المصدر كان يصدر 0.80 في أورو أو 0.90 في أورو وصل 8 إلى أوروبا إلى أورو 40 إذن سلعة يكتف الأوروبا الدخلات الدولة لكي نقص منها ما الذي يحصل إلى أوروبا لماذا لماذا أوروبا لماذا تخلص هذا الجمال؟ لأنه الغاز والغالي وفي بعض الدول هولندا وفرنسا لم يكن تصنع ماتيشة وصبانيا نقصت من ماتيشة وكان ضغط على ماتيشة لكي تذهب الخارج ولكن لا تدخل سريع للدولة لقد كنا نحن على الأقل 15 درهم ولكن 20 درهم التي تكلمت عليها ولكن كان تدخل الدولة رغم أنه أنا متفق معكم بأنه يعني في السيركو ما زال ما زال المحتكرين وما زال يلعبون ما زال أنا متفق معكم عليها وما زال سنحاربون إن شاء الله نحن 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 كل المواد كانت مطفرة وكل الأسواق تم تتموينها وكيف أننا نقارن نفسنا بعض الدول قالوا هل كيف واجهوا هذه الصدمة ومشاهدون كيف كانت ومشاهدون 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 في أوروبا وهذا كل نحن 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 الحمد لله على بلدنا أمينة والحرف ولكن هذه الصدمات كانت هنا لأن كل شيء متابق كل شيء متابق وفي هذه الضفية لكعف العالم تشيرها نتيجة العمل اليومي والجد للمجموعة من القطاع الوزرية وهناك النوع خصوصا القطاع الداخلية القطاع المالية والفلاحة والصناعة والتجارة والانتقال التاقي والمجموعة من الإدارات التابعة لها والذي وكبت هذه المحلة عن القرب الحمد لله كل موارد المواد متوفرة فيها رغم أن هذا ثالث رمضان نحن نعيشه بضل الإزمة ونحن نعيشه ونحن نعيشه الجفاف ونعيشه ستسنين وشبع سنين ونرى القلة لأمطار التي جمعتها كما كانت ونحن نعيشه ونحن نعيشه لأمطار رغم الأمطار التي كانت قليلاً بلدنا الحمد لله كما قلت ونحن نعيشه للعملة الوطنية نسبة تدخم يعني ارتفاع الأسعار متزوجت 3.6% هذا هو السيسبي كان قربه 61% في تركيا 10% في بريزيل 90.8% في السبانيا 6.8% في الهند لا يمكن ما يحدث في العالم ونقول هذا شيء سيلي الحمد لله لا توقف الخزينة دينا عن سداد الديون الخارجية ولم تشدد القيود على سحب العلم الأجنبية والحدود الساعة لم نجأ لقوض إضافية ولا استعمال خطئ 8% ويجب أن تكون لدينا هذا الجوء كنا في الأغلبية والمعارضة أن نعترف بأن هذا الإنجاز يعني أنه بقدرة المغرب على الصمود أمام هذه درجات المتتوالية هذا الشيء يعترف بالفعل لكم قبل أن قال أنه خلال نفس تنقيت في هذه الظروف التي هي صعبة فهذا شيء جد إيجابي لماذا لا نكون واقعيين وننتقل على التضليل والتبخيص والمكاسب السياسية العبيرة نعم 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 نعمل كحكومة حتى لا يشعر المواطن بأن هناك أزمة خانقة أعجزت قبريات الدول أمريكا يخرج رئيسه كما تتكلم عن الانفلاسيو وهذا بالفعل إنجاز مهم لتحسب الحكومة في الأشهر الأولى من تدبيرها ونحن نعم حكومة تنتجه الإنجازات بما نقوم وما نتخذ من إجراءات وتدابيع هذا واجب على عائقنا أمام جلالة الملك والشعب المغريبي لكن البعض يريد تبخيص المشهودات ويريد محاسبة تجربتنا وتنقيت لها من خلال ضوارة برلمانية واحدة ونحن أغلبية بزل عندنا تسعود ديال ديال دوارات نحن لسنا ضد المساءلة والمحاسبة ولا يدق صدرنا اتجاه النقد ونحن اليوم في جلسة ديال المساءلة الشهرية لكن نطلب نوعاً من الإنصاف فكيف يمكن لحكومة قدت دورة واحدة أن تحاسب على الالتزامات المتضمنة في ولاية شريعية من خمس سنوات التزامة الحكومة كانت لازالت لمدة خمسة سنوات هناك إرادة وعزم وتصميم على الوفاء بالتزامتنا وتعهدتنا من حق أن أي مكون سياسي أو حزبي أو اجتماعي أن يعترض على آداء الحكومة كما جرت العادة مع الحكومات السابقة ولكن من واجب تلك المكونات أن تتيح في نفس الوقت للحكومة الفرصة للعمل وأن تترك للوزراء الوقت الكافي لأداء مهمهم والمواطنين سوف يرى أيهما أصدق هل تلك الاعتراضات أم آداء الحكومة في خمسة سنوات وسمحوا لي الحكومة السيئة ما تبدأ لولايةها بالمسادقة على العشرين مرسومة لضمان التأمين الصحي والحق في المعاشر للعمال وفي اللاحين والسائقين والحرفيين الحكومة السيئة ما تستطيع عملها برفع ميزانية في الصحة والتعليم الحكومة السيئة ما تتلقش بداية ولاية مشاريعها بأوراش فرصة لامتصاص البطالة للشباب أوراش مثلا إن شاء الطريقه تمت المصادقة الحد الساعة على 1371 واش مؤقت الذي سيشغل 31 ألف ابتداء إن شاء الله في آخر ماي سيكون هذا الرقم وكل هذا دليل على صدق الحكومة وعملها الجاد من أجل ترجمة فعلية لالتزامات الحكومية رغم صعوبة المرحلة هناك أخوان الذين دخلوك يتكلمون باسم المغاربة لكن نقول لكم بأن هناك ملايين من المغاربة متفائلون بهذه الحكومة وأولئك الملايين ينتظرون بفارية الصب فعلا ما ستفعله الحكومة من أجل الوطن والمواطنين والحكومة ستستغل جميع الفرص لكي تكون في مستوى التطلعات المغاربة وننسوش أن الأزمة الحالية مرة أخرى هي أزمة عالمية ومن جانب آخر يمكن لها توفير لنا فرص لما سبقت أنها كانت عندنا المستثمرين في خضم الصراعات القائمة والطارثية الأسوأ التي تعيشها بعض المناطق أكيد سيألقى المغرب وجهة وبنية ملائمة للاستثمار ونحن نخدم العلاج دوننا نحن كحكومة وكأغلبية أن ننصر التفاؤل الواقعي حينما تتصاعد أصوات التشاؤل فنحن متفائلون حقا لأننا نمارس مهمنا وراء ضامن الدولة وازدهارها ولأن الحكومة تملك القدرة والجوء والشجاعة على وضع الحلول أمام الأزمات لذلك سنواصل الأشغال لتدبير الأزمات التي يعيشها المغرب كما جميع دول العالم وسنواصل العمل لتفعيل الاتزامات الانتخابية والحكومية رغم كل الإكرهات بريت تفاعلاً مع توجيهات الملكية السامية هذه الحكومة جعلت من نهوض بالاستطمار أولوية في العمل ذلك لتصبح رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك لم يتم الاشتغال لذلك يتم الاشتغال على مطاق الاستثمار يحيط بكل الجوانب وخصوص النسيج من المقاولة الصغيرة والصغيرة جداً سنأخذ كذلك بعين الاعتبار المقاربة الجهوية لكي المجهول الاستثماري يكون منتج للقيمة المضافة ولفرص الشغل بصفة مندمجة ومنصفة ترابياً سنشتغل في إطار استراتيجية واضحة على مجموع من الواجهات المتكاملة تبسيط الإجراءات والمساطير الإدارية تعبئة العقار المنتج وتطوير المناطق الصناعية تحسين الولوج للسفقات العمومية بالنسبة لجميع المقاولات تطوير أدوات التمثيل تمويل اليوم سنشتغل لكي نجيب أكثر ما يمكن من الاستثمارات الجانبية في هذه الضفية التي تشهد إعادة توزيع وتوطين الاستثمارات على الصعيد الدولي نحن الحمد لله لدينا كل مؤهلات لكي ننجحوا في هذا التموقع الستراتيجي موقع جغرافي متميز موارد بشرية مؤهلة بنية احتياك تستجيب للمعايير الدولية سهولة الاتفاقية للتبادل الحر سوف نقف على واحد من الأحسن الموانئ في العالم تونجي المتوسط والذي ستعزز بالنظر والداخل إن شاء الله كل هذه الأفاق ستسمح لنا لكي نحفظه على مستوى الاستثمار ونزيد ونطوره وهذا بدأت تظهر الأطار له حيث في ضربة بعدي الاجتماعات ساتقات الإجنال الوطنية على استثمار إجمالي ما يناهزه 22.5 مليار منصب شغل يسمح بخلق 11.300 منصب شغل وفي الاجتماع القادم إن شاء الله ستتم المسادقة والمتابعة هذه المشاريع هذه العشرة المليارات والداخل إضافية من الاستثمارات التي ستخلق ستخلق 3000 منصب شغل إذن إذن بريت هل فهد الإطار دي الاستثمار نحن ياريت ياريت أنه لقوا شي واحد لي يقض لسامير ولي شغلها ياريت ما الدولة ما موقفش لسامير الدولة عندها إشكالية قانونية دي اللي سامير مع السيد اللي اسميتو اللي هما في محاكم دولية ياريت تقرير لكي كل شي يكون مرتاح ثانيا إلى أنا كيظهر لي بأن وفاة القضية تسقيف هذا أنا أريد أن نفهم نحن نحن نتبعين ونرى الهواء وذلك ما تقول بوانو إخوانا ركضوا ونحن نتبعين محاكمة ونحن نتبعين اليوم لا نتبعين لنرى المترجم ونحن نتبعين ونحن نتبعين ونحن نتبعين في الفيديو وكل شيء بأن الهوامش التي كانت تقريبا من سبعة ونسعين لم نرى محاكمة تقريبا المترجم من هذا فهذا سأقول لديكم شيء غلط وشيء خلال ولكن إله أنتم الهدف أنكم من بعد ما خرجتوا البطرول من صندوق يعني من المقاسة بريت ترجعوا لصندوق المقاسة ونحن نتبعين ثلاثة المليار سأتفق مع رئيز ونحن نتبعين لا أظن ما رئيز سيبعين ونحن نتبعين لا كان هذا لا وشوف لا وكان هذا كان لا دعني تكلمون وشوف أنا كان هذا معك الله لم يكن سياسة من فضلكم سيبعين أنا لا أريد أن تكون سيد رئيس والسادة والنواب سيبعين سيد رئيس سيد رئيس السيدة والسادات سيد رئيس هذه حالة تبعين ملاكة لا تكون ملاكة لا يمنح أرى لا 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 يعني لا 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 الله يبعلك سيبراهم سيبراهم يا سيبراهم أتق الله سيام 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 اشوف 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 اشتركوا في القناة أسيمو 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 لا أت kasih لا يستحق الجواب لأن الأسطوان نعامين يجبونها أسيمو دعوه 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 هذا الأسطوانة خمس سنوات أسبع سنين وما يجيبوها والنتائج الانتخابات المغربة عافية سيدات والسادة النواب، أريد أن لا تكون الذكرة هذه النقصرة وأذكر أن بعض المسؤولين الذين سبقونا لهذه المسؤولية كانوا يصرحوا في فاتح مايه 2013-2012 لواحد الجريدة وطنية وقالوا لا يمكن إصلاح كل شيء إن دفع واحدة سبحان الله، فإن كنتم في المسؤولية كنتم تطلبون من المغربة يعطيكم الوقت لأن الإصلاحات لا يمكن أن تدرر واحدة واحدة ومنين لم يبقيته، فإن كنتم تطلبوا الآخرين بالسرعة ويقوموا بإصلاح كل شيء ما لم تدروا في عشر سنين وسمحوني أن أقول لكم الحقيقة المغربة هذا هو الحزب الذي رفع جميع الأسعار هو الذي حرر قطاع المحروقات وطول عشر سنين وهم حاكمين ولم يمكنوا أن يوفروا المغرب مخزون استراتيجي للمحروقات وهذا الحزب الذي يتكلم اليوم عنه سمعني، سمع، سمع هذا الحزب الذي يتكلم هذا الحزب الذي يتكلم هذا الحزب الذي يتكلم اليوم عن السيادة التقية هو النفس الذي يجعلنا نطلق لحظة نطلق لحظة جزائر بمسرع إذن الأزمة اليوم هي أزمة مستوغدة قلت المواد الأولية أسعار عالمية ليست مرتفعة بل ملتهبة البترول وصل الأتمينة خيالية حرب عندها أطارها والمغربي رام تبع ويعرف كل شيء وما يحتاج أن نسرحه وما يحتاج أن أقتل أحد يأتي المغربي يطمئنه ويأتي يطمئنه على تسيير الازمة الاقتصادية سيحرك أن المسؤولين الذين ينويهم بل تطريقهم لإثمة ويأتي الطريق الصحيح وكيف تعلمنا وكيف تعلمنا وكيف تعلمون كيف تعلمون كيف تعلمون وكيف تعلمون بأسفلكم والمغربي يبلغوا الزجاج والتوجه في انتخابات واختاروا توجه آخر داروا تقتهم والتوجه جديد لأنه عارفين عندهم القدرة على التسيير هذا هو اللي ضال فرق في انتخابات بالنسبة لموارد أنا أمد بدوني بالفعل بالفعل الموارد اللي تزد هي 15 مليار ديال الدهم لكن فقط الموارد اللي يمكننا نعطبها أنيكسيدو لأن السيد المليار كانت دخلة في البدجي في الواد فينونس وهذه السيد المليار سنواجه بها لأنها ليست لدينا شيئا لأننا أخذنا 18 مليار زيادة من هنا فاندلاني هذا شيء من الطحين وغاز 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 لذلك الحمد لله يمكننا أن نحتاج قانون مالي بأنه اليوم لدينا سعود المليار لشيطة وعندنا الإمكانيات أنه ستدخل إن شاء الله من هذه الأخيرة السنة الكافية لكي نغطي هذه الزيادات وأنتمنى على الله أنه تكون إمكانيات أن هذه الأتمين تهبط لكي لا يبقى شيء هذا التعم بهذا المستوى إن شاء الله وكذلك نريد أن نكمل المساعدة الاستثنائية التي تعطى للمهنيين النقل والسياحة وغيرهم المهم لدينا هذه القطاعات يجب أن تكون وقفة على وجلها والحمد لله أننا نضعنا الحلول لكي نقف معهم وهذا الإكسيدون الحمد لله جوحة متنفس لكي يجعلنا متفائلين وتفاعل القطاع الخاص وكي يسمح لنا لكي نواجه الارتفاعات المسابقة في الأسعار العالمية متفائلين رغم الأزمة مواصلين التزامة لتكريس الدولة الاجتماعية مواصلين وفي هذه الظروف التي هي صعبة وفيها ضغط كبير على الميزانية الدولة وضغط كبير للأسعار والتدخب ورغم كل هذا نحن في برنامج التغطية الصحية ويقوم بإصلاح التعليم والصحة ويقوم بإصلاح التعليم إضافة في الميزانية هذه القطاعات للصحة والتعليم في هذه الآلوات في نصف تصوح التعليم التي هي زيدة وليس نقص منها وليس وهي كثيرا هذه دو سكتور كثيرا 40% من الميزانية الدولة وربعه 50% من المناصب هذه القطاعات التي تقدمها هذه السنة ويقوم بإصلاح الأهمية هذه القطاعات داخل هذه الحكومة إذن هذه حكومة اجتماعية سوف نقوم بطريق تشجيع الاستثمار الذي سيسمح لنا بخلق مزيد من فورة الشغل في السنوات المقبلة وقمنا البرنامج ورغم ذلك نحن في هذه البرنامج كل ما قلت نحن أكثر من 3 مليار ونصف دولار 32 مليار دهم لتنمويل الدعم الاجتماعي الغاز والخبز والكهرباء والإجراءات والدولة الاجتماعية هي بناء لا يوجد مزيغات لا يوجد إجراءات يجب أن نكون مسؤولين يجب أن نكون رجال دولة لا يوجد نقول أن نحن نحن الميزانية كلها ونقبوها في المحروقات ونحن لا يوجد لديك المجد المجد ستشتغل وإذا نحن ستجد إمكانية ثم يجب ستشتغل المجد ستشتغل تشتغل تشتغل البطرول والثمانات لكي تشتغل هذا سيجعل أحد عجز كبير الذي لا يمكن أن نقول حتى بالإستدانة لذلك سمحوا لي بصراحة بصراحة مع المواطنين أزمة كينا ونحن قادرين عليها ونحن نخرج منها إن شاء الله وهذا وهذه الأزمة ستسالي ومن ستسالي سترى الله سترى الله وهذا سترى ما تجعله وما تجعله ما تجعله من هناك سيدين مثل هذا أو سترى ومشاكل التمويل التي نحن نحن فيها اليوم نحن الحمد لله وقفين على رجلنا ونجعله البلاد وقفة ونرى الاستثمارات التي تكلمت عنها أهمية هناك مسائل كبيرة والطريق الصحيح ونحن لا نقف الدعم للغاز سنبقى رغم أن التفع ونفكر لأن لماذا نحن نقف هذه السيدة التي تطيب ولدتها وخصص القلب ونحن نقف دعم الكواب لأن هذه العائلات لا يمكن أن خلصوا هذا ونحن نقف الدعم الدقيق والخبز لأن هو الطعام الأول المغربة ولكن مستعدين لكي ندعم النقل هذه البضائع لكي ندعم لكي نعطي المهنيين نستعد لأن نقل المدرسة 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 ونحن ندعم لأن هذه المدرسة التي لا يوجد لديها نحن نقف البرامج التي تتعلم الناس ونحن ندعمها ونحن ندعم ثلاثة مليار ونص ونحن ندعم هذا مهم ما هي مهمة ولكن لا يوجد إمكانيات لكي ندعم المدرسة لكي نكونوا واضحين لا يوجد إمكانيات لكي ندعم وإلا سوف يكون مالية مدرسة لا يمكن هذه المدرسة أنا عندما كانت ضعيفة أخذها 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 أو ولكن أنا هنا لبقى والقابل وإن أخذها فقط لن نقول يقول أن هذه هذه الأزمة كبيرة العالمية يجب أن يسجح أن يطلق هذا كل شيء لأن هذا هو متفقن عليه يقول في الزنقاء بأنه من أجل أنه يحصل إلى مغرباً لذلك يجب أن يأخذنا لا أتحقني أتحقني الحديد الذي أغلقه اسمته الإلليمنيوم الذي أغلقه الججاج الذي لم يكن لا يوجد أيضاً يعني أكثر 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 هذه كل هذه إشكاليات مرتبطة 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 للسوق يعني العالمي ونحن قلنا كيف يمكننا أن ندخله في إزماء رغم الضعف المواريد بلدنا وقلنا سوف نذهب الخبز سوف نذهب سوف نذهب للتنصبور وهي لديه أكثر على الناس ونذهب لأنه عدد الشركات في المقاولات التي كانت في القطاع المناء وهي لديها عقود مع الدولة وهي لديها مشاكل المناء والمقاولات والمقاولات وهي لديها ونحن نفسهم معنا ونشاره إن شاء الله في المستقبل السياحة السياحة كذلك لدينا السياحة مستودة تفتحات السياحة تخصم لأنهم لن يخلصوا لأنهم لأنهم يقوموا لأنهم والحمد لله على بلدنا نحن 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 سوف نفهم أن المواطن يعني أنه عامين من 2020 وكل شيء مسدود سألت هذه الأشهر الماضية عدد حل هذه 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 ويجعلها ويجعلها يجعلها لأنها تأخذ مجلسة لتنفتاح والتنفيذ حل هذه مشاكل مجلسة أهم شيئا من أن يكون لدينا حكومة قوية عزمة حكومة عزمة ويجعلها على المشاكل ويجعلها 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 شكرا لكم